في اليوم الثاني للعدوان الاحتلال لم يحرق الأخضر واليابس فحسب لكنه حرق قلوب الأمهات الثكالة كذلك اللواتي فقدن أبناءهن وأزواجهن من دون ذنب البكاء والصراخ والعويل في كل زوية في قطع غزة سقوط الشهداء يتوالى في قصف المنازل ما فرحش يمه والله يا أخوي ما فرح مهدي مهدي من تبعين 2005 يا شريف ما فرحش عقفة زي الناس يا أخوي عزبي الله عليهم أولاد الحرام والله ما فرح الغلقان طلع عمره شكيان نفسي سولى لأولاد حاجة لما بننا ادى فرح وقال بننا خلاص الحمد لله ما قدرش علم لأولاد يا أخوي ما قدرش علم قتششنا الولد مرة فصل وقعدناه قتششنا فصل وقعدناه كنا فرحانين لما نجح يا أخوي هذا الأب المكلوم بدى في حالته استيريا بعد فقدانه لثلاثة من أبنائه أمام ناظريه ويتحدث بمرارة كبيرة عن الجريمة التي اقترفتها العائلة لطلقى هذا المصير انضربنا يا أبا انضربنا والله يا الله قاعدين ما في حاجة ضربونا حسب الله ونعم الوكيل أولادي شهداء يا أبا راحوا كلهم يا أبا وخي راح أمرتي وبنت عديلة وبنت عديلة يا أبا ومرت عديلة كلهم ست سبعة انفار راحوا يا أبا حسب يا الله ونعم الوكيل يا الله دمروها دولت اليهود اش بيستووا قاعدين دمروا اليهود يا الله دمروهم يا أولاد ضربوهم يا الله عشرات المنازل تعرضت لقصف إسرائيلي والإبلاغ هذه المرة لا يتم عبر الهاتف وإنما بالصواريخ احنا تم له قصف بيت الدكتور صالح رجب الدكتور معروف دكتور مش مقاوم فيه بيته موجود فيه تقريبا خمس ست عيال كله يتم متجوزين وعندهم أولاد صغار عندهم نساء عندهم ضرب البيت بدون سابق انظار احنا ضربنا يعني الدمار اللي صار في المنطقة هذا على أثر البيت اللي انقصف طبعا هو لا يتبع لا لمقاومة لا غير مقاومة هو دكتور موجود معروف على مستوى قطاع غزة الوحشية انت شايف فلاوين يعني ما فيه سابق انظار مثلا مع الصليب الأحمر مع الهلال الأحمر يتصلوا فينا خبطوا بصاروخ زنانة العنف مبين عندهم انه انت بتحدر ناس بصاروخ زنانة طبعا هو صاروخ الزنانة نفسه بضرر المنازل وبضرر البناد مين مع اشتداد وطأة القصف وتزايد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية تتصاعد الدعوات بردود قوية للمقاومة الفلسطينية ومن المقاومة يردوا الصعص عين يضربوا تلبيب يضربوا عزخلان ويضربوا الخليل ويضربوا دمروا كل الدنيا بإذن الله تعالى غير ندمرهم نطلع لهم من تحت الأرض ومن البحر ومن الجو ومن الأرض من المكان نطلع لهم من الأنفاق ومن البحر ومن الجام لازم نضرب طيراتهم وبإذن الله تعالى طبعا نطلع العباد محمد الأصل تلفزيون القدس من بلدة بيتلاهية شمالية قطعي غساء أينما أذهب عنوان يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم ادخلوا الآن إلى mail.alقدس.com ايميل القدس الايميل العربي الجديد اشتركوا في القناة